السلام عليكم البنات كديري اللبس عليكم كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كامين بخر وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسر الاحوال ترحب بكم مرة اخرى في القناة وترحب بنا جدد لأول مرة تلتحقوا بالعائلة ديانات نقول لكم مرحبه والف مرحبه نورتوني وشرفتوني في القناة ومتنسوش انكم تقطع لزر الاحمر اسفل الفيديو ابني او سبسكرايب او اشتراك كذلك متنسوش انكم تفعلوا زر الجرس كذلك دائما توصلوا بكل جديد الوصفات اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو سنشارك معكم البنات واحد الوصفة روعة 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 البنات في طبيع الجسم تصفي لك الجسم ديالك ودقبط للبنات التصبغات والكحولية اللي كتكون في المرفقين في الرجلين ايضا في العنق في الرقبة يعني في الجسم كامل واحد الوصفة البنات اللي غديتديروها ان شاء الله وغترحمون عليها وصفة يعني كتحيد لك على التصبغات الخلايا الميتة اللي كتكون عندنا في الجلد ديالنا وحد الوصفة اللي غدتصفي لكم الجسم ديالكم وغدروا ان شاء الله في الحمام وغادي نشوفو كيفاش غادي نتخرجو يعني ما غادش تطيقي راسك بان هاد الوصفة هي لصفات لك الجسم ديالك لكن غاديتديروا ان شاء الله البنات وغادينترحمون عليها تشكرون عليها بززززز وغير البنات تبعوا معي الفيديو حتى الاخر وان شاء الله غاتعجبكم الوصفة فالوصفة سهلة و قبل قد امدال فيديو اليوم نتمنى ان اضعوا لي لايكات و انشجعوني و ادعموني و انشاء الله نضع مزيد من الوصفات ايضا برطا جيوان على صحاباتكم في الواتساب و ايضا في المسانجر و سنبدأ الوصفة و كيف اتفعوا معي الصابو البلدي الصابو البلدي على الوصف المغربي و كيف كانت تعرفوا أن الصابو البلدي سوف نعطيها لكم متكامل للجسم و لا ستبقى تخطعكم دائما ستبقى تديرو ان شاء الله في الحمام فكيف ماشتوا معي عندي الصابول البندي تقريبا ثلاثة المعالق كبار الصابول البندي الصابول البندي انا غير هنا مع الحرارة تطلق لي المهم سنضيفوا له الحليب بودرة او الحليب نيدو كيف ما كتعرفوا ان الحليب نيدو غني عن التعريف متوفر في جميع الاماكين في جميع البلدان من بين المكونات التي تعطينا التبيض والترطيب في نص الوقت للجسم و للبشرة زوين بزاف و غنيب بزاف ديال الفوائد فنستعملوا الحليب نيدو ان شاء الله في هذه الوصفة وكيعطي واحد النتيجة زوينة زوينة البنات بزاف في طبيع الجسم هنستعمل ملعقة صغيرة عامرة ديال الحليب نيدو كيف ماشتوا معي البنات هنا بالنسبة الكيميان اللي غادي نديرو صابول البلدية البنات فثلاثة المعالق كبارة عامرين هتكفيكم ان شاء الله الجسم ديالكم كامل المهم هنخلطوا المكونات بجوج بهم مزيان حتى كيندامجوا لنا هاد الوصفة البنات إلا عفيكم يعني اللي طاش في الجسم ديالكم اللون ديال الجسم ما موحدش ايضا كنتو كتعاني من تسبوغات من الكحولية حتى البنات اللي فيهم الحبوب يعني في الجسم ديالهم او لاطرس ديال الحبوب فهذا الوصفة ما كتخليش البنات الحبوب دقة بطلة من بمنها ان شاء الله تديريها في الحمام يعني في واحد اليومين ما تيبقاش لك الحبوب نهائيا يعني تكرم لك الحبوب و الاثر دياله ما تيبقاش باد الوصفة هادي صافي دابا بعد ما اتخلطوا لي هاد المكونات غادي انضيف المكونات ثالث البنات اللي هو الحامض الحامض او الليمون واحد المكونات كيف ما كتعارفو اللي كيدخل في التبريمات يدخل في بزاف ديال الوصفات خصوصا التبريمات فهو هو واحد العنصر مبيد بزاف كيف ما كتعارفو انه كيحتوي على ذاك الحمض ديال سيتريك اللي مبيد بزاف بزاف الجسم فغالانه ناخدو الحكاك mitigate غالي سستعملوا القشور البناس ديال الحامض او الليمون فهوما يعني بتكون تركزى بهم واحدة كيمية كبيرة يعني ضك الجهد يكون متركز عندنا في القشور ديال الليمون الجهد طيا فكي تركز لنا في القشور فغالان ناخدو القشور البناس كيف ما كتشوفو معيا يعني غالي ناخدو تك القشر الفقانية تضحقن منها تقريبا 1 ملعقة صغيرة عامرة كيف ما كنتشوفوا معي في الفيديو لا تشكل هذا وغادين نخلط مزيان فالقشور البنات بعد ما سيطلقون لنا ونقول لكم ان شاء الله كيفاش ستستعمل الوصفة فالجسم ديالكم يخرج كي يشعل بالبيوضة بهذه المكونات هادو اللي في هاد الخلطة وهي خلطة صراحة سحرية ورائعة بزاف 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 في تبيض الجسم سوف نضيف تقريبا ملعقة صغيرة ديال العصير الليمون او الحامض سوف نضيف القشور دياله ونضيف ايضا العصير ديال الليمون فهو كيف ما كنتعرفه مبيض وتحيل لنا الخلايا ديالج الميتة ايضا تصبوات تقضع لها الليمون وتعطينا واحد تبيض واحد تفتيح للجسم سوف نخلط المكونات بعد الشكل هذا هاد الوصفة البنات ما اعطيتهش لها ومعطيتهش نتيجة يعني قاعد البنات اللي تنعرفهم سوف نشارك معهم بحركة الوصفات اي وصفة شاركتها مع البنات ستتعجبهم اني قبل ما نحطها لكم في القناة سوف نكون اعطيتها البنات من العائلة ديالي بزاف البنات من لون تغاج ديالي صحاباتي الصديقات ديالي سوف نشارك معهم هاد الوصفات قبل ما نحطها في القناة سوف نرى الوصفة وش كيف ما اعطيتني انا نتيجة وش حتى البنات اللي تنعرفهم نشاركها معهم ومش غا تقيم نتيجة قبل ما نحطها لكم بالقناة سنكون جربتها انا واجربوها بزاف ديال البنات فالبنات كلهم اللي اعطيتهم هاد الوصفة كلهم عجباتهم بزاف بزاف وليوم ان شاء الله كتاب يعني شاركتها معاكم حسنتم ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم داب البنات من بعد ما خلطنا المكونات مزيان عندي المكونات الرابع هو الروز الروز البنات بودرة يعني يكون مطحون منيل يعني مطحون ناعم ما يكونش الروز مطحون بقي غلط يعني كتطحنوهم مزيان حتى كيصبح لاشكال بودرة اضفت جوج معالق صغر ديال الروز هذا هي الكمية البنات اللي عادي تمشو بها يعني اللي ادرتوا هاد المقدار ديالتلات المعالق الكبار ديال الصابو البلدي فاغتشو عليها حساب هاد الكمية هاد يعني ادركوا المكونات في حال ادرت انا ضعفت المكونات اضعفت الصابو البلدي الكمية ديالو اضعفت المكونات الاخرى المهم خلطو حتى التحصلو على قوان باعت الشكل هذا بحال الكريمة البنات كيفما تشوفوها باعت الشكل ديالة البنات بالنسبة الكفية تساعميل الوصفة او اه ايه يعني كنتوا تمشو بالحمام ديال الزنقة يعني الحمام على بره مشي في الدار فهاد الوصفة كتخلطوها باعت الشكل هذا وتديروها في واحد يعني في واحد الصبرا هكا صغيرا ولا في شي حاجة تعطو بها في شي حاجة تغلقوها وتديوها معاكم تدخلوا البلاسة اللي كتكون سخونة البنات في الحمار ضروري شي بلاسة تكون سخونة من بعد ما تتخويع لك الماء يعني بحلنا هتدير الصابول البلدي عادي بعد ما تتخويع لك الماء تديري هاد الوصفة تديري اللحمك كامل تدوزع لي هاد الوصفة الرجيلات وكل شي البنات تدير واحدة المناطق الحساسة وتتخليوها لمدة البنات ديال 20 دقيقة المهم البنات تحتفظوا بها بحلقة يعني شي سوبر كبيرة عندكم بحالها دي تحتفظوا بها والمهم تتخليو هاد الصابول البلدي يعني هاد الوصفة تخليو على لحمكم البنات 20 دقيقة كاقل مدة يعني باش تعطيك نتيجة ستقدروا يتخليها مهم من بعد ما ستمر هاد 20 دقيقة سافي كتشلي لحمك وكتاخذ الليفة او الكيس وكتحكي لحمك مزيان وغتشوفو البنات الأوساخ اللي ستقلعه منكم وكذلك الخلايا الميتة اللي يتحيضه لأن الجسم ديالكم يخرج يشعل أي بلاسة عندك فير كهولية عندك زروجية عندك لطاش اللون ديال الجسم ديالكم ما موحدش حتى إذا كانت قارطة فيك الشمش في هذه الوصفة تعطيكم نتيجة زوينة زوينة بزاف بالنسبة إذا كنتوا ستسع نوال في الحمام ديال مطار فرص تخلطوا الوصفة كيفما خلطتها أنا دابا معاكم وكتخليوها لمدة 15 دقيقة حتى المكوينة تطلق في بعضياتك عاد باش تدخلي للدوش يعني ديال الضار وضروري يكون سخون البنات بالدوش يكون سخون باش هاد الوصفة يعني تعطيكم نتيجة في الحمكم يعني الجسم ديالك يكون سخون وتطلق علي هاد الوصفة وما تستعملوها بالنسبة طريقة والمهم الوصفة زوينة البنات وكتخليوها على حسابي زوينة وكتخلينا نتيجة زوينة وكتخليوها على البنات اللي شاركتها معهم احتى هما يعجباتهم جربوها وعجباتهم وحتى هما بدورهم يعني اعطوها للناس اللي سيعرفوه مهم اتمنى ان شاء الله تجربوها وبنال اعجابكم ومن تنسوش ترجو عندي التعليقات اذا جربتوها خليوا لي الاراء اديركم التعليقات كيف اجدتكم الوصفة هكا باش ان شاء الله ان شاء الله والهنا نكون وصلت نهاية الفيديو كيف العادة زوينة ديالي ما تصونيش ملايكات وبرتاج ومن تنسوش كذلك كدوزو عندي المنتظر تشوفوا الاقتراحات اللي كنشارك معاكم على الوصفات اللي سوف نقدم عليكم فما عليكم الا تصوتوا لي على الاقتراح اللي بغيتو او لا تخليوا لي تعليق تكتبوا لي الوصفة اللي انتو ما محتاجين ان شاء الله ونشارك معاكم جميع الوصفات والهنا نكون وصلت نهاية الفيديو شكرا لكم بذلت الزفع المتابعة غادي انتلاقوا ان شاء الله مع وصفات جديدة عما قريب مع فيديو جديد في امان الله